التوكيد ما هو التوكيد؟ التوكيد تابع يذكر في الكلام لتأكيد المعنى ويتبع ما قبله في الإعراب وهو نوعان واحد توكيد لفظي اثنين توكيد معنوي اولا التوكيد اللفظي كيف يكون التوكيد لفظيا؟ يكون بتكرار الحرف أو الاسم أو الفعل أو الجملة مثال نلاحظ في الجملة الأولى توكيد الحرف إنه بتكراره لذلك نعرب إن الثانية توكيدا لفظيا وفي الجملة الثانية تم توكيد الاسم العمل بتكراره أيضا وهو كذلك توكيد لفظي وتوكيد الفعل والجملة يكون مثل نحب نحب وطننا ينجح المجد ينجح المجد في المثال الأول توكيد الفعل نحب وفي المثال الثاني توكيد الجملة ينجح المجتهد ثانيا التوكيد المعنوي وهو يكون بألفاظ محددة هي نفس عين كلا كلتا كل جميع ويجتمل على ضمير يعود على المؤكد تستخدم نفس وعين مع المفرد مثل جاء محمد نفسه جاء محمد عينه نلاحظ في المثال الأول أن كلمة نفسه جاءت مؤكدة لمحمد ومجتملة على ضمير يعود عليه فنفس توكيد معنوي ومحمد المؤكد والهاء ضمير عائد وفي المثال الثاني كلمة عينه جاءت أيضا مؤكدة لمحمد ومجتملة على ضمير يعود عليه وهو الهاء وعين توكيد معنوي ومحمد المؤكد والهاء ضمير عائد على المؤكد وتستخدم كلا وكلتا للمثنى مثل حضر الطالبان كلاهما حضرت الطالبتان كلتا هما في المثال الأول التوكيد المعنوي كلا والمؤكد الطالبان والضمير العائد هما والمثال الثاني المؤكد الطالبتان والتوكيد كلتا والضمير العائد هما وتستخدم كل وجميع لتوكيد الجمع مثل يفرح الناس كلهم بالعيد تفرح النساء جميعهم بالعيد في المثال الأول المؤكد الناس والتوكيد كل والضمير العائد هم وفي المثال الثاني المؤكد النساء والتوكيد جميع والضمير العائد هن القاعدة التوكيد هو تابع يذكر في الكلام لتأكيد المعنى ويتبع ما قبله في الإعراب وهو نوعان ألف التوكيد اللفظي ويكون بتكرار الحرف أو الإسم أو الفعل أو الجملة به التوكيد المعنوي ألفاظه نفس عين للمفرد وكلاء كلتا للمثنى وكل جميع للجمع والمفرد الذي له أجزاء ألفاظ التوكيد لا تعرب توكيدا إلا بشرطين واحد أن تتصل بضمير يعود على المؤكد ويطابقه نوعا تذكيرا وتأنيثا وعددا إفرادا وتثنية وجمعا اتنين أن يمكن حزفها من الكلام ويبقى له معنى ولا بد من وجود الشرطين معا